يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون سعيدة جدا لما بقابلكم بتوحشوني جدا من أسبوع للأسبوع اللي بعده لسه حكاياتنا ما خلصتش كل حلقة بيكون معانا موضوع كثير ودايما بنختار لكم كتاب مميزين ودايما كتاب مميز وتعودنا معاكم أن يكون معانا كتاب مميزين جدا ونتابع معاكم كل الأحداث الثقافية أول بأول موضوعنا النهاردة موضوع مهم موضوعنا النهاردة موضوع هنتكلم فيه عن المنصات الكتيرة اللي مالت حياتنا قد إيه بقى ليها سيطرة كبيرة جدا وما نقدرش ننكرها وكمان بقى ليها تأثير حتى على القراءة رغم أن القراءة الأونلاين طبعا ليها وقتها وما نقدرش نقول غير كده زي مثلا أوقات كتير جدا اللي بنكون مسافر واللي بيكون في قطر واللي بيكون في طيارة وأحيانا بنكون في سكة طويلة بنحتاج فيها أن احنا نقرأ أونلاين وأماكن ما بتقدرش يكون معاك فيها كتاب لكن ممكن تقرأ فيها أونلاين أحيانا تكون منتظر دورك في أي مكان فتقرر تتسلى وتفتح تليفونك أو تفتح الديفايس اللي معاك وتقرأ كمان منه أونلاين تقرأ شوية معلومات تقرأ عن كتاب تكمل حاجة كنت بتقرأها قبل كده لكن ده ما يمنعش أن الكتاب الورقي ما بقاش مهم وده ما يقدرش نقول أنه الكتاب الورقي فقد أهميته لأنه حقيقي مش كل وسيلة جديدة بتلغي الوسيلة اللي قبلها لكن احنا عاوزين نقول أنه كل حاجة بيكون ليها استخدامها كل حاجة بيكون ليها أهميتها المهم أننا نعرف نستخدم إيه إمتى أيها زي ما دائما كده بنقول أنه لسه فيه ناس بتحب الكتاب الورقي لسه فيه ناس بتحب ريحة الورق لسه فيه ناس بتحب تمسك الكتاب بأيديها لسه فيه ناس بتحب تسمع صوت الورقة وصوت الصفحة وهي بتقلبها عايز أقول لكم طبعا أنه الكتاب الورقي واجه تحديات كتيرة جدا منها تحديات في النشر أسعار في اتباعة ولكن هل الكتاب الإلكتروني بقى مسيطر أكتر؟ هل الكتاب الإلكتروني لغى الكتاب الورقي؟ كل ده هنعرفه النهاردة من ضيفي اللي هنورني في الستوديو دكتور حسام الدمراني الكاتب الصحفي وعضو لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في الثقافة العلمية لعام 2022 عن كتابه التحول الرقمي والثقافة المصرية رؤية 2030 ولكن طبعاً قبل ما أستقبل ضيفي في الستوديو خلينا نروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكي أنه عن الاحتفال اللي نظمته دار الكتب والوثائق القومية بيوم الأرشيف العالمي ونرجع لحضراتكم على طول يبتدي حلقتنا معكم يوم الأرشيف العالمي هو معروف طبعاً بيوم 9-6 اللي هو تأسيس الاتحاد الأرشيف الدولي دار الكتب والوثائق القومية طبعاً هي جزء رئيسي من زكرة مصر وزكرة العالم وبالتالي احتفالنا به النهاردة كان بيتواكب مع هذه المناسبة طبعاً إحنا ما بنتكلم عن استخدام التكنولوجيا في مجال الوثائق هي بتعني بشكل رئيسي تحويلها من نسخ ورقية أو خامة إلى نسخة رقمية ده رقم واحد وده جزء من رسالة دار الكتب اللي هي أول حاجة اللي هي الحفظ الضم الوثائق بتجيلنا ده رقم واحد رقم اتنين الحفظ والحفظ ده بنشتغله على طريقين متوازين طريق الأولاني الحفظ بمعنى الترمين والصيانة علشان ما نفقدش الوثائق بالتقادم وبالتلف والجزء الثاني رقمنتها علشان ده شكل رئيسي من أشكال الحفظ إحنا بنحتفل كل سنة في شهر يونيا باليوم العالمي للأرشيف وده ذكرى إنشاء مجلس الدولي للأرشيف بالنسبة للتطور التكنولوجي وعلاقته بالأرشيف علاقة قوية جدا لأن فيه أمور كتير جدا تغيرت نتيجة لوجود التكنولوجيا ومن ضمنها مش بس الوسائل للاتصال السريع ووسائل للاتصال اللي بتخدم مستفدين لكن كذلك أمور خاصة بالفنيات داخل الأرشيف فالتكنولوجيا ساعدت كتير قوي في إنجاز عمال كتير جدا في الفنيات المختلفة يعني ترتيب وفنيات فهرصة ووصفة ووهكذا هو الاحتفال ده يعتبر احتفال سنوي بيوم الأرشيف العالمي وفيه طبعا مؤسسة الأرشيف الدولية اللي بتعتمد على الاحتفال ده فيه المقام الأول وبصفتنا قادر الوثائق القومية طبعا لازم يكون لدينا دور مهم جدا في الاحتفال بمثل هذا اليوم لأن خاصة دور الوثائق دورها بيعتمد في الأساس هي تعتبر الأرشيف الوطني لجمهورية مصر العربية فده يعتبر هي أولى بهذا الاحتفال زمان في بداية النشأة بالنسبة لدور الوثائق كان مجرد عمليات الجمع وبتطور الأمر شوية بقت عمليات الجمع وعمليات الإتاحة لدراسة التاريخ مع تطور الأمر شوية بقى فيه عندنا مجموعة من الأيتم الجديدة اللي فرضتها التكنولوجيا الحديثة بنبتدي نشتغل فيها مثلا تكنولوجيا بتخش عندنا فيه المسح الرقمي بالنسبة للوثائق المختلفة الموجودة عشان نعمل حاجة اسمها الإتاحة الرقمية بالنسبة للبحثين الموجودين بدور الوثائق القومية بمعنى التداول المادي للوثيقة لم يعد موجود لأن أنا محتاجة أن أحافظ عليها محتاجة أن أحضر لها الظروف المختلفة بالنسبة لحفاظ درجات حرارة ومطوبة وعدم موجود هندلينج أو تداول بصفة عامة فعشان كده بقدم الصورة الرقمية اللي يقدر الباحث يعتمد عليها بمنتهى البساطة في استقاء المادة العلمية اللي بيحصل عليها ترجعنا لحضراتكم مرة تانية ودلوقتي هيكون معانا من خلال التليفون النشر الأستاذ محمد جمال وهو مؤسس أول منصة تنشر شخصي مساء الخير يا أستاذ محمد مساء النور أهلا وسهلا إزاي حضرتك الحمد لله كله تمام يا ريت حضرتك تكلمنا عن منصة النشر طبعا عند حضرتك وعاوزين نعرف منك أكتر هل ممكن النشر الإلكتروني يكون بيطغع على النشر الورقي؟ مستحيل يعني بلا شكل لازال أو طبعا لازال في مصر وفي العالم العربي الكتاب الورقي المضوع ليه رونقه ليه جمهوره ليه معارضه انت تعرف يا حضرتك إن حاجة زي معارضة قائرة دولي الكتاب بيزوره سنويا من 5 ل 6 مليون زائر مصري بيتطلعه بشغب جدا للكتاب الورقي طبعا سوء الكتاب الإلكتروني بيكبر عشان كده هنتكلم عن النشر الشخصي دلوقتي أو النشر الذاتي لكنه لا يزال يمكن 2% أو 3% من حجم سوء النشر الورقي إحنا عندنا سوء النشر الورقي في العالم العربي حجمه 2 مليار دولار فيه كمية تصمارات غير عادية رايحة للكتاب المطبوع لسه رايحة للنشر الورقي لسه أما بالنسبة لمنصات النشر الشخصي فهي منصات بتساعد الشباب على النشر التكلفة قليلة مخصوصا النشر الإلكتروني عارف حضر زي يوتيوب كده أي حد يقدر يرفع فيديو بالزبط أيوة أي مستهلك محتوى أو مشاهد محتوى يقدر يشوفه من غير السوديوهات ومن غير تعقيدات إلى آخره فالنشر الشخصي بيعمل نفس الموضوع صحيح إن أنا ككاتب بالزبط ككاتب لسه ناشئ مش معروف ما نشرتش قبل كده ما أخدتش جواهز ما عنديش فولور كبيرة يغروا دوري النشر الكبيرة إنهم ينصروا لي لا بستخدم النشر الشخصي أو المنصات دي بدخل عليها بعمل أكاونت برفع الكتاب بتاعي الكتاب هيبقى متاح لأي حد في أي حد في العالم إنه هو يقدر يشتريه ويقراءه وممكن أتيحه بشكل مجاني لغاية معمل لنفسي اسمه وبعد كده أنشر بفلوس فدي فكرة المنصات النشر الشخصي ويمكن إحنا كنا أول حد نبدأها في 2015 في العالم العربي جميل إزاي نقدر نخلي إنه النشر الورقي كمان يتطور وإزاي نقدر نسهل على الناشر وعلى القارئ الحصول على الكتاب أو على المعلومة اللي هو عايزها من خلال الكتاب اللي بيدور عليه ونسهل ده على الناشر وعلى القارئ من وجهة نظر حضراتك في عوامل كتير كده نفندم أو أهمها التكلفة حضراتك لو روحت أي مكتبة دلوقتي هتلاقي متوسط سعر رواية أو الكتاب ما بين 200 جنيه و300 جنيه فين النسخ الشعبية لو تبتكري حضراتك بورق يمكن أقل من الجودة شوية بس بقدر أوصل الكتاب وبقدر أوصل المحتوى بتاع روايس لطبقات أكبر من جمهور القراء فين مكبحة حاجة زي القرصنة القرصنة عاملة مشكلة جدا تلاقي الكتاب بتاع كاتب مشهور نزل النهاردة في المكتبة بعدها بنصف ساعة موجودة على الرصيص فمحتاجين نقنن برضو القوانين اللي بتحمي الملكية الفكرية للكتب بجانب دوت برضو محتاجين نزل شوية في مسألة لا إن عدد دور النشر يكبر ويتنوع فيه بر حضراتك دور نشرية متخصصة بس لكتب الأطفال أو متخصصة بس للكوميكت وكتب رواية المصورة للاكتبار متخصصة بس في كتب السنية الزاسية أو السلف هل صحيح وعلى فكرة احنا عندنا كمان في مصر فيه بعض دور النشر المتخصصة في مجالات معينة ده حقيقي بس احنا محتاجين أكتر عايزين أكتر سوق 300 مليون واحد بيقرأ لغة عربية في العالم العربي لأن احنا محتاجين نطلع معارض ومحتاجين نفتح مكتبات ومحتاجين منصات للنشر أكتر ومنصات إلكترونية لأن أنا مثلا بيجيلي فاندوا في معارض الكتاب ناس من حيثة بعيدة من العريش من أسوان من مناطق بعيدة عارفة حضرتك منصات مشاهدة الأسلام والأغاني بالوقت نكحة جدا لأنها بسبسكبشن صغير أو بشتراك صغير ب50-60 جنيه بيقدر تشوف كل المسلسلات والأسلام والفيديوات لازم نعمل برضو نفس البزم الماضل أو نفس النموذج في الكتب عشان نشجع الكتاب الإلكتروني أو الورق وتفتكر أنه ده ممكن يقتر أكتر من النشر الإلكتروني لأنه أنا النهاردة لو عندي مشاكل في الورق وعندي تكلفة عالية وعندي عدد قليل في دور النشر طبعا أنا طبيعي طبعا هتجه للإلكتروني أنا عايز أقول لحضراتك أن أحد أوجه أن الحضراتك بتقولي ده مصبوط مواقع القرصانة نفسها تتلاقي الكتاب عامل بال50 ألف داون لود 60 ألف داون لود تقول إنهم قرصانوا الكتب ده عملوا ده لأن الكتاب غادي أو لأنهم عايزين يقرصانوا لا هم ما عندهمش وسائل أخرى متاحة أنا لازم أبدلهم وسائل أخرى إبداعية أبدلهم الكتاب بشكل إلكتروني أو ورقي بتكلفة زهيدة بشكل إقدروا يوصلونه إليه في أقرب وقت أو في أي وقت ده مهم جدا عايزة أسأل حضرتك كمان سؤال تاني أستاذ محمد والحية أنه أحيانا أحيانا البعض يلجأ للكتابة الإلكترونية أو للنشر الإلكتروني لأنه النشر الإلكتروني كمان ما بيكونش عليه محزير ما بيكونش عليه يمكن شكل من أشكال الرقابة ويمكن ده بيسهل على الكتاب الشباب أو حتى غير الشباب أنه هو يكتب في أي حاجة من غير محاسبة من غير مراجعة من غير أي حاجة تكون رقيبة عليه بأي شكل من الأشكال أنا عايزة أقول لحضرتك أن أي منصة احترافية لازم بتحط قواعد هل أنت ينفعي النهاردة تحطي على تواثر أو على فيسبوك فوست فيه كلام خادش أو غير قانوني أكيد لا أكيد لا فيه مراجعة وفيه مراجعة إلكترونية وفيه تكنولوجي برضو منصات النشر الإلكتروني حتى محددات حتى قواعد لده طبعا أن الكتابة دي أصلية محددش تارق محتوى وحطه في اسمه أن ما فيه حاجة تحطني أنا والكاتب ده تحت طائلة القانون ده يسبه وقصه وتشهير أن الكتابة دي مكتوبة بشكل بروفيشنال محددش يجي يكتب لي استخدام الألفاظ المواضيع اللي بيكلموا فيها أحيانا بيكون فيه كمان تواصل بشكل ممكن يكون غير لائق ما بين مثلا الكاتب وما بين القراء فأعتقد أنه ده كمان لازم يكون عليه بعض الرقابة يعني عليه محزير يا فندم أنا المنصة اللي أنا بشرف بتأسسها الكاتب بيقدم الكتاب بيستغرق الأول 72 ساعة بنبص على الكتاب وعلى كل كلمة فيه وحرص فيه عشان نتأكد أنه هو يعني بيوافي الشروط والأحكام اللي احنا حصل إنما عايز أقول برضو المنصات الإلكترونية مدية بيت أوسع الحقيقة يعني مساحة أوسع للتجريب والإبداع بالضبط كبه مما محزير لازم تمام محزير وإلا طبعا تبقى الصوضي بالضبط أنا بشكرك على وجودك معنا وإن شاء الله المرة اللي جاية نورنا في الستوديو أستاذ محمد بإذن الله شاكل عبد نشكر الناشر أستاذ محمد جمال نورتنا طبعا وخلونا قبل ما نستقبل دفنة اللي هيكون منورنا النهاردة في الستوديو كمان هيكون معانا من خلال زوم الأستاذ أحمد رحيل وهو طبعا الرئيس التنفيذي لإحدى تطبيقات الكتب الصوتية أهلا بحضرتك أستاذ أحمد أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدين أهلا بحضرتك وطبعا مبدئيا عايز أعرف من حضرتك في ظل التحديات وهيمنة السوشل ميديا والبلاتفورمز هل الكتاب الإلكتروني بقى لي حضور أقوى من الكتاب الورقي من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا الكتاب الإلكتروني الفترة الأخيرة من وجهة نظري وكمان إيه الأرقام والإحصائيات بتقول ده إن بقى ليه تواجد بشكل كبير يعني لو جينا أخذنا من 2016 لحد النهاردة تقريبا ثمان سنين من ثمان سنين كانت نسبة الكتب الإلكترونية الرقامية يعني اللي هي بتقرأ بالصيغة الإيبوب كان تقريبا ألاف الكتب يعني أعلى من خمس تلاف كتاب متاحين باللغة العربية النهاردة وصلوا لحد أربعين ألف كتاب بجانب الكتب الصوتية كمان في 2016 كان تقريبا 200 كتاب صوتي بس الموجود النهاردة في حوالي 11 ألف كتاب صوتي ولو جينا شوفنا كمان أكتر الدول أكتر الدول اللي عندها رقمنا للكتب الرقامية فهنلقى مصر هي تقريبا 55% من إجماد الكتب الأربعين كتاب أربعين ألف كتاب إلكتروني والحداشر ألف كتاب صوتي 55% من الكتب دي جاية من السوق المصري من 20 مصريين والكتاب مصري وده أندل فبيدولي طبعا على أن إحنا بنحاول على قد ما نقدر أن إحنا نتماشى مع العاصر ونكون دايما متطورين ويهمني كمان أعرف من حضرتك أنه هل فيه تطبيقات بس متخصصة في إصدار الكتب الصوتية؟ فيه بالفعل تطبيقات حاليا متخصصة في إصدار الكتب الصوتي بعد ما بيتم إصداره بشكل ورقي وفيه بعض التجارب اللي تم إصدارها صوتيا الأول وحققت نجاح كبير صوتيا بعد كده اتحولت لكتاب ورقي زي مثلا كتاب أسطورة دكتور أحمد خالد توفيق للكتب خلف جابر تم إنتاجها صوتيا بصوت الفنان أحمد أمين وبعد ما حققت النجاح بشكل صوتي تم تحولها لكتاب ورقي هل حضرتك شايف أنه فيه بعض أنواع الأدب لا تصلح للتحويل الصوتي أو لا تصلح للتحويل الإلكتروني ولا أي نوع من أنواع الأدب من وجهة نظر حضرتك تصلح لأنها تكون كتاب إلكتروني أو كتاب صوتي؟ لو جينا شوفنا هنلقى أن أغلب أنواع الأدب تنفع أنها تتحول لكتاب صوتي أو كتاب إلكتروني لكن التحدي هيكون في بعض الكتب المتقصصة شوي يعني لو في بعض الكتب المتقصصة يعني أدب لكن بيتناول الأدب من ناحية الأكاديمية مش أدب من ناحية الرواية أو من ناحية الشاعر أو من ناحية الدراسات أي اللي بتكون منشورة للعوامل وليس المتقصصين جميل أنا بشكر حلقتك أستاذ أحمد وإن شاء الله تنورنا في الستوديو قريب إن شاء الله بإذن الله مرسي يا فاندم ودلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم مرة تانية أو لسا مكملين معاكم حلقتنا واللي بنتكلم فيها النهاردة عن الكتاب الإلكتروني في موجهة الكتاب الورقي طبعا برحب بضيفي اللي منوارني في الستوديو دكتور حسام الدمراني الكاتب الصحفي وعضو لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة مساء الخير دكتور مساء نور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ودايما بنقارن ما بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني هل حضرتك شايف أنه الكتاب الإلكتروني ممكن يطغى على الكتاب الورقي أو هو بالفعل يطغى على الكتاب الورقي مساء الخير يا سوزراني على حضرتك وكل السادة المشاهدين يحكى أن يعني لو هنبدأ بأنوان برنامج حضرتك أن بالفعل الكتاب الرقمي سواء بكل أنماط وأشكاله سواء كتاب صوتي أو كتاب بي دي اف أو يعني تطبقات كتب صوتي أو غيرها الكفة يمكن رجحة في صف هذا النمط للأسف طبعا ده يعني في مقابل تراجع الكتاب المطبوع مش في مصر فقط لكن في العالم في العالم كل أولا حضرتك على حاجة لما جات كورونا تحديدا ده حصل تحول كبير جدا في صناعة النشر في العالم أيوة بدأت دور النشر العالمية يعني تتحيل على هذا الظرف التاريخي للأسف يعني أدى ليه عدد كبير جدا من المتابعين لحركة النشر والكتب وغيرها أنهم يعني بسبب ظروف التقاعد في المنازل وهكذا بدأت تقديم لهم خدمات عدد من الخدمات زي تقديم تطبيقات كتب الصوتية زي تقديم نمازج من الكتب الصوتية والكتب البي دي اف للقراء في العالم علشان نبدأ نغطي هذه الفجوة اللي حصلت في صناعة النشر علشان هذه دور النشر تبدأ تواصل دورها ومهامها وما تتوقفش بسبب ظرف كورونا فالكفة في صالح الكتاب الصوتي والكتاب الرقمي الديجيتال فيه مقابل للأسف تراجع يعني الكتاب المبوع في الحالة المصرية بقى عشان المجتمعنا المصري بالأرقام احنا عندنا يمكن تسعة وتلاتين مليون فاصل ستة من عشرة نولة 40 مليون من المجتمع المصري هي في فئة الأطفال او جيل زي جيل زي هذا الجيل هو الجيل الديجيتال او الرقمي اللي بتعاطى مع المحتوى الرقمي في المقام الاول هو جيل التابلت والموبايل والسمارتفون وهكذا هو بتلقى المحتوى بشكل يعني رقم اكتر من كونه بينزل يشتري او يدور على كتاب ورقي طيب خلينا نتكلم كده عن بعض النقط اللي يمكن تكون مطروحة وبيتقال ان هو ده ممكن يكون السبب نتكلم الاول عن التكلفة نتكلم الاول شوية عن فكرة التباعة نتكلم الاول عن الصناعة بشكل عام هل حرتك شايف انه تكلفة الكتاب صناعة الورقية بشكل عام ممكن تكون من العوامل المؤثرة على الكتاب الورقي سلبا طبعا طبعا بالفعل يعني بدليل ان حدك تبص على مثلا موقف اتحاد الناشرين المصرين او اتحاد الناشرين العرب البيانات اللي بتصدر اللقاءات والاجتماعات مع الناشرين هم دايما بيدوروا يا سوزراني على يعني مخرج لي هذا المأذق في المقابل ان انت ممكن تبدأ يعني تلجأ ليه مثلا تسجيل كتاب مطبوعة تتحوله ليه نسخة صوتية بستوديو ممكن تكلفة مثلا كتاب كامل تسجلها بمعادل مصري مثلا مثلا 3500 جنيه تحوله البودكاست تتحوله ليه كتاب مرئي تحوله ليه محتوى تبدأ يعني يتحقق ارباحها وعوائد من خلال نسب المشاهدات وهكذا فالناس او دور الناشر والتحاد الناشرين وصنعت الناشر حتى الكتاب بدأوا يلجأوا ليه صيغة التعاقدات مع تطبقات الكتب الصوتية بدأوا يوفقوا على في التعاقدات بتاعتهم على المنع ان انا كناشر انه يكون ورقي وصوتي ايضا مفيش مشكلة بس انا مع حضرتك في كل الكلام ده بس انا ما اعتقدش نداي الغداء بمعنى ايه انه احيانا ممكن نتحط في موقف يعني ممكن يكون الاقاع مثلا بتاع الحياة ممكن يكون سرعة اقاعنا وطريقة حياتنا دلوقتي بتتطلب ان انا ممكن اكون احيانا بس مع كتاب بدل ما بقرأ ولكن اللي بيحب يقرأ بيحب يقرأ يعني اللي بيحب يمسي الكتاب بيحب يمسي الكتاب فيه ناس زي ما عمرها هتبطل تاكل وتشرب عمرهم هتبطلوا يقروا انا مع حضرتك ان مسألة الوسائل المستحداثة ملغتش يعني احنا مثلا لما ظهرت مثلا الراديو طلع بعد الصحافة برضو مثلا لعمر الصحافة لغة التليفزيون ولعمر التليفزيون لغة الراديو والعمر الراديو اثر على التليفزيون ولعمر الاعلام الجديد او الاعلام الديجيتل او الاعلام الرقمي زي ما بنطلق عليه قدر ان هو يأثر على ده ولكن كل محتوى بيتقدم ايا مكان هو ايه ليه جمهوره وليه وقته وليه ظروفه انا مع حضرتك اتفي على ده بس احنا عندنا معطيات وارقام خاصة بالمجتمع المصري ارتفاع نسبة الجيل الاجيال الرقمية اللي بي تتعاطى مع الديجيتل اكتر اتجاهات الجمهور ايضا اختلفت يعني حاجة تحليلي مثلا نوعية الكتب والرويات اللي موجودة على تطبيق الكتب الصوتية احنا عندنا يمكن اكتر من 15 تطبيق كتاب صوتي تابعة لشركات تكنولوجية وشركات موبايل في العالم بدت تستثمر في هذا النمط وبدت تشغل بشكل كبير جدا نسب تحملات هذه التطبيقات في المجتمعات العربية كبيرة جدا انواع الادب واختلافات اللي موجودة ما بين كل نوع ونوع من انواع الادب وكل نوع لي جمهوره ولي عشاءه هل في نوع يصلح ان يكون مثلا الالكتروني ونوع اخر لا يصلح ان يكون الالكتروني والعكس صحيح يعني اولا حدرك حاجة لما نبص برضو على المبيعات المرتفعة اه البس سلر او الاكثر مبيعا هنلاقي مثلا الرويات الجريمة وادب الخالي العلمي في المقام الاول يعني ده الاكثر رواجة او الاكثر مبيعا حتى عند البكت توكر وعند المؤثرين على السوشيال ميديا في تقديم المحتوى هم بيقدموا انماط معينة من الرواية او اشكال معينة من الرواية في المقام الاول لصالح رواية الجريمة وادب الخالي العلمي يعني في مقابل طبعا تراجع نسب المبيعات او الشراء او الاخبال على مثلا الشعر او على الكتب متعلقة مثلا بتخصصات معينة او غيره يعني فهو يعني وده يمكن زي امبر الحديث بدأ يعني يخلي بعض دور النشر تتاجي ليه ترتيب اجندة الاعمال وطريق اتباعتها وخسياراتها وكده صحيح القارئ النهاردة عايز المعلومة بسرعة وصحيحة ومهمة وكمان يعني في كابسولة كده زي ما بيقولوا يعني احنا النهاردة ما عندناش وقت وما عندناش الرواءان اللي يمكن كان موجود زمان هل النهاردة الكاتب ده فرض عليه كمان مش بس دور النشر اللي محطوطة في ازمة او مش بس دور النشر اللي بتعيد اولوياتها اعتقد ان الكاتب كمان تدعيد اولوياته تفتكر ايه التغطات اللي محطوطة النهاردة على كاتب ليه زوق معين والليه مذاق معين وليه طريقة معينة علشان يقدر يعني يكون موجود عشان يقدر يواكب العصر ده والله فيه اتجاهين يعني فيه كتاب ببدأوا يستقبلوا التغيرات في الاتجاهات الجمهور والنوعية الكتب وهكذا فبدأ يعني يتماشى مع هذه الحالة وزي ما حضرتك اشارتي لنمط الحياة كمان عمل الوقت بالزبط بالزبط ان الناس محتاجة حاجات سريعة كابسولات سريعة وده يمكن بدأ يعني يظلين عندنا بعض الزهار زي البوك تيوبر مثلا او البوك توكر اللهم اللي بيقدموا صناع المحتوى المتعلقين بصناعة الكتاب والنشر فيه في مجتمع المصرية في مجتمع المصر ومجتمعات العربية في المقام الاول وفي اتجاه تاني من الكتاب بدأ يقول لا انا مليش دعوة به حالة السيولة المعلوماتية السريعة ويقاع الزمن وانا مستمر فيه تقديم مثلا رواية كل سنتين او هكذا فلكن الغالبة بصراحة ان الناس بدأت تمشي في اطار يعني تقديم اعمال تتناسب مع المبعات والسوق علشان يقدر استمر يعني ايه شكل السوق من وجهة نظر حضرتك يعني يا شايف ايه هي متطلبات السوق لو بنتكلم على الشكل التجاري للصناعة بقى مش بنتكلم بس على الشكل الادبي او بنتكلم على الشكل الثقافي لو تكلمنا عن الشكل التجاري للسوق اللي خاص بالصناعة دي شكله عمل ازاي دلوقتي اولا حضرك حاجك اعتبرنا كصحفيين وباحثين في المسألة طبعا 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 وقراء وابتحتكوا بكتاب وكتاب كمان مش بس كراء وكتاب طبع يعني متفعلين طول الوقت كعلمين وصحفين مع هذا المشهد وهذه الحال وهذه الصناعة طبعا انا لاي وجهة نظر مختلفة اتفت حضرتك انت انا شايف انه بدراسة حالة دور النشر وصناعة النشر في العالم والتغيرات الكبرى اللي بتحصل فيها انت محتاج يعني تطبق نظم الادارة الحديثة او الجديدة المستجدة المتواجبة مع التكنولوجيا بمعنى اشرح بقى هقول لها حضرتك بمعنى ان انت صناعة النشر مش مجرد ان انت عضو في اتحاد نشرين او عندك مكتبة او دور النشر انا في التصور يعني لشان تقدر تساير هذا القاع المتسارع في صناعة النشر وتحقق عوائد سواء يعني وزارة السقافة بقطعاتها او نشر خاص يعني انت محتاج ان انت تستعين بمحلل بيانات تستعين بيبع عندك وحدة متعلقة بدراسة السوق ودراسة الاتجاهات الجمهور علشان تقدر يعني ترتب اجندتك وتقدر تحقق نسبة مباعات كويسة تعرف جمهورك واتجاهاته وطريق تفكيره ده محتاج يعني اتجاه جديد ومغير في صناعة النشر يعني العملية زي ان برلا حضرتك مش مجرد ان انا بطبع بتعقد مع كاتب كنشر ويا دوبك اطلع الكتاب بتاعه ووزع 50 نسخة يعني حضرتك بصي على اغلب التعاقدات دلوقتي هتليه بيطلع لك طبعة اولى 50 من 50 ل 100 كتاب نفدت خلصت بيطلع لك طبعة تانية وهكذا طب ايه المال انت تتجه لانماط مختلفة يعني ان انت ممكن تعمل شراكات معها مثلا مؤثر على السوشال ميديا او تجيب مثلا حد عنده نسبة رواكب بشكل كبير جدا على تيك توك مثلا على سبيل المثال صانع محتوى وتبدأ تتعاقد معاه في شراكات جديدة وتبدأ تعتمد على نمازج اعمال جديدة في صناعة النشر علشان تقدر تواكب هذا التحدي علشان تقدر توصل لجمهور وتوصل لجمهور ده لان النهاردة انت بتخطب جمهور مختلف تماما عن الجمهور الحقيقي اللي موجود دلوقتي بالزبط وفي تصوري لو انت ما تتبعتش هذا المعادلة الجديدة يعني في ادارتك لصناعة النشر وان انت يبع عندك استوديو لانتاج الكتب الصوتية خاص او تابع ليك وان انت تتجل الكتب البي دي اف وهكذا وتتبع يعني ازا انا بولا حضرتك ايه تعتمد على الارقام في المقام الاول المانع ان تعتمد على شركة استطلاعات المتعلقة بيه دراسة حالة سوء النشر المانع ان انت تعرف اتجاهات الجمهور في المدارس والكتب المتعلقة بيه جلزي طبعا مفهوم الولادنا واللي اكبر من ولادنا بحاجة بسيطة طبعا ده جيل رقمي بحث تعرف اتجاهات هذا الجيل ايه وبيعه ايه وتبدأ تتعاقد مع كتاب يقدمه ما يعني يلبح ده جيل ديجتال يعني معروف طبعا بالزبط يعني انا اتمنى ده ان الناس تبدأ تتواكب مع المتجرات المستحدثة يكون في سياسات جديدة يكون في رؤية جديدة يكون في تواصل ما بيننا وما بين الجمهور ده علشان نقدر نكسب الجمهورين صحيح وانت كمان يعني لا تتوقف عند مسألة العلمات التقليدية في صناعة الناشر وانت تتابع جديد وتشوف حالة التسويق للكتاب عامل الانساني تطلع اكتر من شكل او منتج من هذا الكتاب الورقي بودكاست تعمل لايف ستريم مع الكتاب تعمل شراكات مع المؤثرين على السوشال ميديا فتقدم هذا المحتوى باشكال مختلفة تحقق لحضرك عوائد اقتصادية ومبيعات ورواج بشكل كبير صحيح أنا طبعا موافقة جدا على رأي حضرتك وده الرأي الواقعي والرأي الطبيعي والرأي الحقيقي علشان نقدر نواصل في هذه الصناعة ونتورها كمان ونوصل للجديد اللي ممكن يكون لسه فيه احنا ما نعرفوش يعني زي ما وصلنا للكتاب الرقمي وزي ما وصلنا للصحافة الالكترونية أكيد فيه كمان لسه حاجات جديدة هنعرفها سبحانيا نطلع للفاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية طبعا دي جعنا لحضرتكم مرة تانية ولسه معنا ومنورنا دكتور حسام الدمراني الكاتب الصحفي وعضو لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة برحب بحضرتك مرة تانية وعايز أتكلم مع حضرتك عن كتابك التحول الرقمي والثقافة المصرية كلمني شوية عن رؤيتك في الكتاب ده كلمني شوية عن المضمون اللي حبيت توصله والرسالة اللي حبيت أنك تشرحها للقارئ الرسالة السوزيرانية أولا هذا الكتاب بدأت فيه في وقت كورونا كلنا عاديين في البيت ما نعملش حاجة طبعا كان فيه نتاج إيجابي الحقيقة لموضوع كورونا ده وهو العديد من الكراءات والعديد من الكتابات والعديد من اكتشاف وإعادة اكتشاف الأشخاص لنفسهم في مواهبهم المختلفة بحقيقة أنت بتحاول تستغل المحنة العزلة والقعدة طبعا 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 ده حصل في كل المجالات على فكرة طبعا بأي حكم اللي عملنا يعني وهكذا فأنت أنا كنت شغال لسه على رسالة الدكتوراه كنت بعمل حاجة عن مجمعات الأخبار برضو الديجيتال يعني في الإعلام وغرف الأخبار الجديدة وهكذا وبعدين بدأت أبص على التجاهات الدور النشر في العالم والموستات الثقافة في العالم سواء المستقل المجتمع المدني ووزارة الثقافة في الوطن العربي بدأت تلجأ لي وسائل ودوات جديدة علشان تقدم المحتوى في وقت العزلة للجمهور وإن خدمتها لا تنضب طول الوقت يعني يعني الحقيقة ده يمكن دخلني بقى فيه عوالم أخرى أني إزاي تقدر تبحث مسألة تأثير التكنولوجيا على الثقافة يعني مش إحنا يعني أغلب الكتب يمكن في اقتصاديات الثقافة بتشتغل على الثقافة كصناعة لها مدخلات وعمليات تشغيل ومخرجات لكن مسألة تأثير التكنولوجيا على الثقافة وإزاي بدأت دور النشر ووزارات الثقافة في الوطن العربي وفي العالم تنتجي لي خدمات زي البس المباشر والاعتماد على المؤسرين في تقديم المحتوى تقديم الكتب بصيغ بدي إف وهكذا يعني وأموات أخرى وده حقيقي يمكن كمال حق يمكن عوائد وأرباح اقتصادية بشكل كبير جدا لهذه المؤسسات الثقافية المستقلة أو الرسمية في الوطن العربي وفي العالم بدأت أطبق هذه الحالة على وزارة الثقافة المصرية فاكتشفت برضو أن عندنا دار الأوبرا المصرية بدأت تتجه لخدمات رقمية في تقديم حفلات دار الأوبرا للجمهور هذه المصالة عامة الكتاب بدأت تعمل موقع إلكتروني وتضع بعض النسخ المجانية بدي إفل القراء وهكذا ففي تحول بدأ يعني أن تلمسوا حصل فيه قطاع الثقافة ككل يعني فكرة الثقافة به المفهوم التقليدي القديم بدأ يتغير بسبب هذه المحنة اللي حصلت للعالم الناس بدأت تستفيد من هذه المحنة وخلتها منحة إلى حد ما فيه جزء آخر متعلق باستشراف مستقبل الثقافة في إطار تأثير التكنولوجيا على هذا القطاع بشكل كبير جدا واكتشفت يعني من خلال طبعا يعني عملت بعض الاستبيانات مع 25 إلى 35 إلى 30 شخص ما بين كتاب رواية وفنين تشكليين وموسيقيين وهكذا إزاي نبدأ نضع سيناريوهات مستقبلية لهذا القطاع على صعيد مزارة الثقافة المصرية هيئة الكتاب المرخز قوم الترجمة دار الأوبرا أكاديمية الفيوم إزاي نبدأ نعتمد على الكنوز اللي موجودة في هذه القطاعات ونبدأ نحولها من خلال الوسائل الرقمية لمنتجات ونحول هذا التراث لمنتجات وإزاي تقدر هذه القطاعات تستفيد من عوائد هذه المنتجات بشكل كبير جدا وده يمكن كمان استخلصت من هذا الكتاب بعد حصولها على جهاز دولة تشجيعها في فئة الثقافة العلمية عن هذا الكتاب استخلصت يمكن تصورت قدمت بيه لدكتورة هنفين الكلاني ووزيرة الثقافة متعلق به رقمان القطاعات ووزارة الثقافة وإزاي نبدأ نستحدث أشكال جديدة تعقود بشكل كبير جدا على هذه القطاعات سواء في صناعة الكتاب أو صناعة الموسيقى الفني التشكيلي رسالة العلمية الموجودة في أكاديمية الفنون التراث المتعلق به المبدعين المصريين طبعا مصر حافلة بالعقول الإبداعية في كل المجالات زي نبدأ نستفيد من هذا الأرشيف أو هذه الأرشيفات بشكل كبير جدا بلما هي موجودة في المكتبات صحيح نعيد إنتاجها وتقدمها بما يحقق عوائد عندنا تراث عظيم عندنا تراث عظيم وأدباء وكتاب يعني لو أعادنا 100 سنة لو أعادنا نشر كتابهم ورواياتهم وأدبهم مرة تانية بالطريقة دي أعتقد أن إحنا هيكون عندنا تاريخ جديد بيتبني دا حقيقي والله أنت بتفخر طول الوقت مش كلام نظري يعني على الأرض تاريخ هذه الأرض يعني المجتمع المصري صح وطاريخ مبداعينا ومواقفهم محترمة جدا ومنجازهم للإبداعي طبعا يعني لو أنت زي ما حدثك قلت بدلا نطلع هذا الكنوز والضرر طبعا على سبيل المثال المانع مثلا خلالي نفكر مع بعض على الهوى كده مع حضرتك فد تجربة عملية المانع أن أنت عندك مثلا منزل المكلسوم موجود فيه طمايز زهيرة ومنزل اللي قولت فيه مثلا محمد عبد الوهاب فيه قريته ومنزل نجيب محفوظ ومنزل طاح الصين وهكذا موجودة في قرى هذه المنازل المانع أننا نحاول هذه المنازل مثلا لمتاحف افتراضية لمتاحف افتراضية ونعمل تطبيق موجود عليه بكاميرا افتراضية أو كاميرا 3D تبدأ تخش تعمل جولة افتراضية في هذه المنازل بس بالفعل فيه فيه يعني من ضمنها مثلا مؤسسات حياة كريمة بتصور يعني فيه في بعض مؤسسات التابعة للدولة اللي بالفعل ابتدت تستفيد من ده بس طبعا حليك بتتكلم على نطاق أوسع يعني أنت عايز يتم استخدام كل هذه الأماكن على نطاق أوسع صحيح يعني أنا أتمنى أن يبقى عندنا أبليكيشن موجود عليه كل هذه المنازل يتم تحولها بشكل ديجيتال لمتاحف افتراضية ورقمية طبعا لو فيه اوتوبيس سياحي معد على قارة المكلسوم مثلا على حاجة فبيبدأ يبعط له إشعار يقول له خد بالك على بعد 200 متر هنا إيه وجد متحف مكلسوم حالك عايز تعمل جولة افتراضية تفضل من خلال هذا التطبيق عايز تيجي تعمل زيارة تشتري صناعات ثقافية وإبداعية موجودة في القرية أو يعني تعرف بها هذه القرية مثلا من صناعات متعلقة بالجريد أو الملابس والأزياء وهكذا فيوجد ركن مثلا لمباعات هذه البداية فنبدأ نشغل كمان الصناعات الثقافية والإبداعية اللي بتتميز بها هذه القرية داخل هذا البداية جميل ده كلام رائع وأعتقد أن إحنا كدولة في طريقنا لتنفيذ كل اللي حرتك بتقوله ده وده بالفعل بيحصل بس أعتقد أن إحنا لسه في الطريق إحنا كنا بنتكلم عن التحول الرقمي لو تتكرم من كم سنة وإسفجأة إسفجأة أصبحنا كلنا بنتعامل بشكل كبير جدا في حياتنا عن طريق التحول الرقمي في كل مجالاتنا فأعتقد أن ده جاري تنفيذه وده هيحصل في القريب والعالم كله متجه لده مش إحدى نفسه صحيح خليني أرجع مرة تانية لفكرة المنصات وخليني أرجع مرة تانية لفكرة القراءة الإلكترونية والتحول الإلكتروني فيما يتعلق بالكتاب الإلكتروني والكتاب الورق النهاردة أنا بخاف من سرعة الوصول للمعلومة ليه؟ لأن أحيانا سرعة وصولي للمعلومة ممكن توقعني في معلومة غلط وده ممكن يودينا للمناطق كتير والمشاكل كتير ويعرضنا لأزمات كتيرة جدا إحنا في غنى عنها النهاردة أنا إزاي أكون عارفة أنه المنصة الإلكترونية اللي أنا ريحالها دي أو الموقع الإلكتروني الصحفي اللي أنا ريحاله ده الصحفي ده اللي أنا ريحاله ده هو موقع موثوق فيه في بعض المؤشرات يا سوزيرانديا موجودة على هذه المواقع المنضبطة يعني اللي بتشتغل بشكل احترافي أكتر زي مثلا وجود مقياس أو مؤشر يقولك والله إن فيه تعليقات للقراء على كتاب حسام الدمران والله الكتاب ده واخد مثلا 20% ريفيوز ريفيوز عن الكتاب أو ريفيوز عن الموقع أو ريفيوز عن المنشور ده بأي شكل من الأشكال ده مؤشر من ضمن المؤشرات اللي تخلى حضرتك كقار إزاي تبدأ تتعامل مع هذه المنصة إن هي منصة تقدم محتوى محترم موثوق فيه حقيقي وعنده مصدقية صحيح وعنده مصدقية يعني ده مؤشر أنت ممكن تستفيد منه في تعاملك مع هذه المنصة إن أنا أراجع ريفيوز ريفيوز رقم واحد نمرة 2 ممكن ترجع تشوف المقالات النقدية المكتوبة عن الرواية الصادرة أو عن الكتاب الرقم 3 هو ده أنا بحبزه يعني بفضله بشكل كبير إن أنت طول وقت تعتمد كمان على مراجع أخرى يعني بنفسك بقى توم بمهمة بتعمل عملية بحسية بسيطة كده تشوف مدى مصدقية هذا العمل أو هذا الكتاب من المراجع اللي بيستانت إليها بشكل كويس أشوف رأي تاني أتأكد إن الرأي الأولاني مظبوط وصح وبالتالي يكون عندي المعلومة صحيحة وأكون متأكد إن أنا وصلت للمعلومة مظبوطة صحيح دي بعض المعطيات أو المشارات اللي ممكن يعني ننصح بيها بعض اللي داخلين هذا العالم بشكل جديد من المراهقين والأطفال في التعاطي مع المنصات المتعلقة بصناعة المحتوى على مستوى الكتب أو الثقافة بشكل أشمري مفهوم مفهوم أو الوصول للمعلومة حتى بأي شكل من الأشكال عايزة أتكلم عن أنواع الأدب اللي من وجهة نظر حدرتك دكتور حسام شايف إنه إحنا محتاجين نركز عليها لفترة اللي جاية يعني شايف إنه إحنا ممكن نكون يمكن يعني مؤثرين فيها شوي والله في أنماط كتيرة يعني زي يا والله حدرتك حاجة تعال نبص على خطابات سيد رئيس طول وقت على مسألة ملف بناء إعادة وعي يعني إعادة الوعي المتعلق بالنساد المصري يعني الثقافة المصرية والهوية وهكذا دي كلها يمكن رسائل سيد رئيس بيقدمها كله التأكيد على مصريتنا والتأكيد على هويتنا المصري بالضبط أنا أتمنى مرة تانية أن يبقى فيه يعني مثلا في الجان المجلس على الثقافة يبقى فيه نشرات دورية للكتاب والمؤرخين والبحثين يا جماعة خدوا بالك وإحنا فيه أولوية عندنا الفترة الجاهة نشتغل عشرين واربعة وعشرين خمسة وعشرين العامين دول على كتب الهوية على الموضوع ده أو على هذا العنوان هذا العنوان ونبدأ بكتب الهوية ونبدأ بتقديم الكتب متعلقة بعلماءنا ومفكريننا عايزين نوصل ده للجيل الجديد كمان احنا مش عايزين احنا بس نقراه احنا عايزين كمان ده يوصل لجيلنا الجديد بطريقتهم وبأسلوبهم وبإقاعهم ما هو ده يحصل بقى زي ما قال الحديث أن يبقى فيه أولوية عند اللجان المتعلقة بحركة صناعة النشر اتحاد النشرين المصرين يعمل اجتماع موسع يعني مؤتمر عام ويبدأ يقول يا جماعة احنا فيه أجندات لملفات معينة أو موضوعات معينة يعني تتطلب الدولة المصرية يعني محتاجين تاخدوا بالك منها ككتاب وكباحثين زي أنا في التصوري يعني أتمنى أن ملف الهوية المصرية يبقى هو أجندة كل الكتاب المصرين عشرين ربعة وعشرين مصرين نتكلم عن بطولاتنا نتكلم عن حكاياتنا نتكلم عن تاريخنا نبسطها للشباب نبسطها للأطفال نقدر نحن نوصلها بطريقة مختلفة وبطريقة شيقة كمان طبعا في كل المجالات وعندنا على فكرة كوادرت كتير تقدر تعملها طبعا مصر زي أنا بلحك مليانة يعني تعالي نبص على يا سوزراني على المبدعين في جواز دولة المبدع الصغير تمام ما شاء الله كل سنة 34 35 مبدع من كل محافظات مصر عندنا أجيال كمان متعلمة كويس قوي وعندنا يعني جنريشنز طالع الحقيقة مختلفة تماما طبعا بس محتاجين فعلا يعني عادة ضبط لي زي أنا بلحكي أن نحن نحط لهم أجندات معينة لملفات معينة لنوعية كتب معينة في ملف بعد ملف الهوية أتمنى أن يبقى فيه أولوية للكتاب أن نحن مثلا يبقى عشرين خمسة وعشرين بشكل كامل مثلا ملف مرعلق به بطلات الجيش المصري مثلا يعني في تاريخه وعظامته على المستوى العسكري على المستوى القيادات والضباط وعلى مستوى الجنود أيضا في بطلات عظيمة حتى اليوم لم يكتب عنها مثلا فإحنا محتاجين في ظل مثلا معركة الوعي لدولة المصرية بتقودها تحديات الرقمية والتكنولوجية والتحديات الاقتصادية الظروف الإقليمية المحيطة إحنا محتاجين طول وقت في التسكير بمثل هذه البطلات للقوات المسلحة المصرية فكرة المكتبة المكان المكتبة المكتبة دي اللي موجودة في المدرسة المكتبة دي اللي كانت موجودة في النادي المكتبة دي اللي موجودة أحيانا كنا نلاقيها كمان في المصايف وفي الأجازات ونهارده المكتبة أعتقد أنه شكلها لازم يكون مختلف النهارده المكتبة مكانها لازم يكون شايق النهارده المكتبة دي ممكن تكون موجودة في أماكن كتيرة جدا المكتبة دي سهل إنها تكون متنقلة سهل إنها تكون فيها أشكال ديجيتل ومكتبة رقمية تجذب الطفل ويبقى الولد أو البنت وهم ماشيين كده هم اللي بيشدوا مامتهم علشان يدخلوا المكتبة الحلوة اللي فيها الألوان واللي فيها الأشكال واللي فيها التحول الرقمي الكبير اللي ممكن يكون بيلفت انتباهه كطفل وكمراهق على فكرة مش بس كطفل شكل المكتبة أعتقد إن احنا محتاجين نبتدي نغيره يهمني أسمع وجهة نظرك برضو عن شكل المكتبة وظيفة المكتبة في حياتنا شكلها عامل إزاي طبعا أغلب الكتاب والصحفيين والباحثين في بيوتهم مكتبات من أيام ما كنا أطفال وصواري كان أهالينا بيأخذونا وادونا المعرض القرارة الدولية للكتاب والمعرض الأخرى فهو المكاتب الصيفية اللي كانت بتعملها المدارس في الصيف وفي العطلات وفي العطلات وفي الأجازات الصيفية وكل الكلام ده طيب بس تعالين بص يا صدراني على آخر حاجة كان برضو تحدي النشرين ومصريين بيتكلم عن 90% من عدد النشرين الموجودين اللي هم أعضاء لتحدي النشرين ومعدد تقريبا عددهم 1250 نشرية 90% منهم ما عندهمش مكتبات في المحافظات مصر منهم من ضمن الإحصائيات اللي أنا توقفت أمامها برضو 400 مكتبة بتتواجد فقط في اسكندرية والقاهرة بقى المحافظات ما في تراجع لازم يكون فيه موجود في كل المحافظات مكتبات ومكتبات شيقة كمان مش مكتبة وخلاص ده كان مطلب من ضمن مطالب اتحاد النشرين أنه بقى فيه عدالة ثقافية تتحقق أنه يدم افتتاح مكتبات في كل محافظات مصر تنمية الوعي ونشر الوعي دي أعتقد أنه إحنا نحتاجين لده وده سلاح مهم جداً لنا كمصريين ده مشروع دولة ومعارك الدولة زي أقول لحضرتك صحيح لكن لا يمنع زي أقول لحضرتك أشكال المكتبة تختلف بالضبط لأن الاتجاهات تختلفت بالضبط اتجاهات القراءة اختلفة ماذا يمنع أيضاً أنه مثلاً فيه معارض قرارة دولة الكتابية فيه سكشن كبير للجيمر مثلاً لهم صناع الألعاب الإلكترونية ويتم تقديم محتوى ثقافي من خلال هذه التطبيقات من خلال اللعبة دي أو من خلال الجيمرز دول بالضبط وتطبيقات الكتب الصوتية أتمنى أن دورة القادمة معارض قرارة دولة الكتاب ندخل نلاقي فيه سكشن كبير أو قطاع كبير لتطبيقات الكتب الصوتية الجيمرز والفعاليين المؤسرين وكذا بحس أنه برضه قطاع مهم جداً عن الجمهور المتلطة لازم نتصالح مع التطور ده لازم نتصالح مع التطور ده ولازم نتعاون معه لأننا في أمر واقع يعني عايزة أتكلم معي كمان عن الغلاف قد إيه غلاف الكتاب النهارده بيبقى برضه عامل من عوامل الجذب اللي ممكن تلفت انتباه القارئ أياً ما كان بقى إيه عمره إيه نوعه كلمش أنا عن فكرة الغلاف الغلاف عامل جذب رقم واحد ليه بيع أي كتاب في الدورية يعني أنا من ضمن الناس برضه اللي لما بقص على المكتبات كده كان بيهمك الموضوع ده رقم واحد يعني يمكن 50% من أننا طلع فلوس واشتري هذا الكتاب الغلاف إلى جانب العنوان طبعاً يعني أو نوعية الموضوعات اللي بتناول الكتاب ده سواء عامل روائي أو عامل في تخصص الإعلام أو هكذا يعني والغلاف التصوري برضه قطع مهم جداً بدأ بيظهر فيه عدد من الفاعلين مصمم الأغلفة الرسامين وغيره يعني ده صناع الوحده قائمة بذاتها يعني ففيه تطور هائل فيه عدد من دور النشر بدأت يعني وانشئت مؤخرة نيمكن من آخر خمس سنوات في المجتمع المصري بتركز في المقام الأول على مسألة أهمية الغلاف وبيعتبرنا عنصر جذب فيه بتحقيق مبعات كبيرة جداً وقصر بشكل كبير يعني عملنا فوت أو استطلاع مع النشرين دول هلأ أن هذه الدور النشر اللي بتجهت ليه تقديم أغلفة جذبة ده بيأثر بشكل كبير جداً على نسبة مبعات الكتب عندها في المقام الأول يعني فأتمنى دايب اتجاه يعني عام وأتمنى أيضاً الأغلفة وصناع الكتب بيتجه للألوان الزهية يعني أيضاً لأن إحنا مجتمع بطبيعته بيرميل للبهجة حتى لما تشوف كتاب فيه غلاف وألوان متعددة وبنت معين في تشكل عنوان الكتاب فده بيجذبك أنت تروح تدفع فلوس وتقرأ المحتوى اللي في الكتاب أنا سعيدة جداً بلقاء حضرتك وأعتقد أن إحنا أثرنا أكتر من نقطة مهمة جداً تهم التجديد والتطوير في العالم الثقافي بشكل عام وزي ما دايماً بقول أن إحنا لازم نتصالح مع التطور ونتعاون مع التطور بدل ما نهجمه وبدل ما نقف قدامه لأن ده مش هنقدر نعمله وده عمره ما هيحصل الصح أن إحنا نستفيد منه ونتصالح معاه ونتطور معاه عشان دايماً يكون فيه تجديد ودايماً يكون فيه تطوير وده في كل المجالات بس طبعاً تحديداً إحنا بنتكلم النهاردة عن مكال التقافي ومجال الأدبي بشكل عام وفكرة الكتاب الورقي وفكرة الكتاب الإلكتروني بشكرك يا دكتور حسين على وجودك معي طبعاً بشكر ديفي لي كان منورني النهاردة في يحكى أن دكتور حسين إداماراني الكاتب وقصح في عضو رجلة الإعلام في المجلس الأعلى للتقافة بشكركم كان معاكم رانيا السيد شكراً موسيقى موسيقى